السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات وطالبات الشهادة الاعدادية اهلا بكم في حل امتحان محافظة الشرقية الترم الاول 2023 ومع اول سؤال ايه الديالوج لو مطرفنيش معك مستر محمد السعيد مدرس انجليش ياريت تتابعونا على يوتيوب وعلى تيك توك قولي اماتر اس طوكينج تو هير دوتر ام بتكلم بنتها الام بتقول good evening منال وبعدها سألتها السؤال البنت الرد بتقول good evening mom I am reading an email اني اقرأ email يبقى اذا سؤال الام انت بتعملي ايه يبقى what are you doing الام بتسأل سؤال تاني اجابته من منال an english internet friend sent it to me يعني صديقة انترنت انجليزية هي اللي بعتهولي هي بتقول لها مين بعتهولك يبقى السؤال who sent it to you بعد كده الام هتسأل السؤال is there anything new in her email هل في اي حاجة جديدة في الاميل بتاعها مش عارفين بقى الردة هيكون ايه لكن بعدها الام هتقول when will she come يعني امتى هتيجي يبقى ايه الجديد ان هي هتبقى تيجي يبقى الاجابة yes she will come الام هتسأل when will she come يعني امتى هتيجي يبقى منال ممكن تقول بقى هتيجي في اي وقت يبقى she will come next Friday او next week اي حاجة بعد كده السؤال من الام will she come alone يعني هل هي هتيجي لوحدها ما نالها تقول لها ممكن تقول ياسم وممكن تقول no لكن الافضل طبعا نحن نقول ايه no لان هي لست من صغيرة في السنة من فاشتيجي لوحدها يبقى no she will come with her family ودلواتي مع السؤال الثاني بيقول لي اختارك المال صحيحة بقول لي teaching taught desks tasks proud role I don't think any word or sentence can describe mother لا اعتقد اي كلمة ولا اي جملة تقدر توصف الام my mother is my نوأة model طبعا role model she has نوأة me طبعا هاز عايزة وراءة الصيف تالت يبقى she has taught me يعني هي قد علمتني to respect people ان انا احترم الناس I feel safe because she is always by my side انا دائما بشعور به الامان لان هي جانبي my mother always helps me with my homework دائما بتساعدني فوقبي and other school not and other school tasks يعني المهام المدرسية she organizes everything in my life هي بتنظم كل حاجة في حياتي I am not of my mother يبقى I am proud انا فخور او فخورة of my mother بعد الكرة سؤالي التالت القطعة بيقول لي after a meeting بعد المقابلة او بعد الاجتماع a wife was coming out of a hotel زوجة كانت خارجة من فندق and she was looking for her car keys بيتبحث عن car keys يعني مفتيح العربية they weren't in her pockets ما كانوش في جابها she searched the meeting room هي راحت بقى وفتشت وحقرت الاجتماع but they weren't there لكن ما كانوش هناك عندما مفتيح ما كانتش هناك she thought she left them in the car هي ظنت انه هي سباتهم في العربي her husband has shouted many times for leaving the keys in the car because the car will be stolen زوجها صاح وزحة اكثر من مرة مرات كتير بسبب تركها للمفاتيح في العربية وده بسبب ان العربية هتتسري she hurried to the parking place هي أسرات للباركين اللي بتركهم في السيارة the parking was empty the parking الجاراج يعني كان فاضي she called the police and gave them her location اتصلت بالشرطة ودتلوهم اللوكيشن بتاعها الموقع بتاعها car number ورقم السيارة and the description of the place ووصف المكان where she parked her car اللي رقنت في السيارة she said that she had left her keys in the car هي قالت انها سابت المفاتيح في العربية and that it had been stolen وان هي اتسرعت انا عربية اتسرعت and hour later بعدها بساعة the wife called her husband اتصلت بقى زوجها بزوجها and told him what had happened وحكيت له وحكيت له اللي حصل her husband got angry طبعا زوجها غضب and said i dropped you at the hotel i dropped you at the hotel يعني انا وصلتك ونزلتك عندي الفندق she was silent for a moment امتسكت كده لدقيقة then she do it well come and get me تعالا وخدني he shouted بعد كده هو زعوة قال i will as soon as the police man becomes sure that i haven't stolen your car قال لا حاضر انا هبقى جي بمجرد اين رجل الشرطة يتأكد ان مش انا الاسترات العربية بتاعتك في هنا من القصة دي يا شباب ان الزوجها اصلا لما رحت الاجتماع في الفندق الزوجها هو اللي كان موصلها بالعربية وكان قبلها بيحذرها ان هي ما تنساش المفاتيح في العربية فهي نسيت ان هو اللي كان موصلها يبقى العربية لاتسرقت ولا حاجة اول سؤال يا شباب the main idea of the passage is الفكرة الرئيسية بتاعت الموضوع ايه هي الاجابة طبعا a wife's problem يعني مشكلة زوجها رقم اثنين the husband was often not with his wife for forgetting the key cars طبعا الزوج كان ايه مع زوجته بسبب نسيان مفاتيح العربية طبعا angry يعني غاضب رقم ثلاثة when the wife went back to the parking place لما رجعت لي مكان the parking the car was not عربية ما كانتش هناك لذا the car wasn't there رقم ثلاثة رقم ثلاثة رقم ثلاثة of your all words لخص فقرة الثانية في جملة من انشاءك ممكن نقول the wife hadn't lost her car keys الزوجة لم تفقد مفاتيحها رابطها her husband had dropped her at the hotel الزوجة هو اللي كان وصلها عند الفندق السؤال السادس how do you think the husband was when his wife called him اعتقدك ايه عن الزوج او انطبعك ايه عن الزوج لما الزوجة اتصلت بي ممكن نقول the husband was surprised الزوج كان مندهش when his wife لما زوجته called him اتصلت بي يلا بينا على السؤال الرابع choose اول نقطة is a person who tries to change the way people do things من هو شخص اللي بيحاول يغير الطريقة اللي الناس بتعمل بيها حاجتها طبعا هتبقى campaigner letter d اللي هو المناضل او الناشط رقم اثنين we add the suffix to change the verb renew into an adjective renew طبعا عشان احاول لها ليصفها تبقى renewable letter c النقطة التالتة is a place where children without parents live and be cared for المكان اللي بيعيش في الاطفال من غير الوالدين وبيتم رعيتهم فيه طبعا دار الاتام اللي هي orphanage رقم اربع it was a dream as i was asleep كان حلم لانه كنت نايم the acronym of asleep is not عكس كلمة asleep اللي هي نايم طبعا يقذ اللي هي awake letter b خمسة this photograph was taken half a century ago الصورة دي تم التقطها منذ نصف قرن it was taken not years ago طبعا fifty years ago اللي هي خمسين سنة ستة نقطة means to say hello or welcome someone اللي معناها hello اه او اه بنرحب بها اه بشخصي بنرحب بنخلها بشخص advice ولا see of ولا greet ولا help طبعا greet greet معناها يحي السؤال الخامس اللي هو grammar نصح بقى الكلمة اللي بين اقواس او النقطة nicer of my friends طبعا nicer of my friends لازم يليها الفعل للمفرد يبقى اه هنا طبعا نكمل جملة الاول going to travel to as one next friday الجمعة اللي جاية طبعا التركيبة going to بتعبر عن future يطربة هنحط هنا am ولا is ولا r طبعا neither of my friends هتاخد مفرد يبقى is going to رقم اتنين the cat was frightened when it saw the dog طبعا القطة كانت خايفة يبقى frightened بال ed the metro train leave at 8 20 tomorrow طبعا المواعيد السابت هقولنا مدارعة بسيط طبعا قطار المترو ده مفرد يبقى لازم الفعل مع as يبقى leaves she's played طبعا the apostrophe s يخصر لهاز يبقى she has played into concerts ever ever طبعا غلط هتبقى already already معناها بالفعل وده ممكن تيجي في نهاية جملة المدارع التام رقم خمسة i've never fly in an aeroplane i've never اجيب السفسير اسم fly fly flown flown يبقى i've never flown in an aeroplane السؤال السادس والاخير بيقول لي اكتب مية وعشرة كلمة عن ايه بقى how you help people in your community ازاي تساعد الناس في المجتمع بتاعك هتلاوي يا جمال الاجابة بسندوق الوصف القاكم ان شاء الله في فيديو جديد thank you very much and goodbye لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة